السلام عليكم أهلا وسهلا بكم معنا إلى معرض الصحافة معرض الصحافة الذي نستهله كما جرت العادة بجريدة الشرق اليوم والتي عنونت مواكبة للحدث الرياضي شكرا يا محاربين اقصاء الخضر بعد مباراة هستيرية بطلها الحكم قاساما وفي عنوين فرعية تقرؤون تصريحات الناخب الوطني جمال بالماضية ضيعنا المونديال في عشر ثواني وسأحسن مستقبلي خلال الأيام القادمة أيضا رفاق محرز لم يستوعب درس بوركينا فاسو وأنصار الخضر تحت الصدمة بعد الخروج من المونديال وفي عنوان رئيسي آخر تعنوين الشروق في افتتاحيتها لنهار اليوم الجزائر ستراجع جميع اتفاقيتها مع إسبانيا ردا على الانقلاب التاريخي لحكومة مادريد هذا ما أكده الأمين العام للخارجية وفي عنوين فرعية ضمن ذات العنوان تقرؤون قايد مندهشون من انحراف السياسة الخارجية لإسبانيا وهل سينجح بلينكين في إقناع الجزائر حيث فشلت نائبه تقرؤون على رأسي الصفحة الأولى لا عمر في رمضان وتحويلات البنوك تستغرق أسابيع في تفاصيل جريدة الشروق الصادرة لنهار اليوم تقرؤون هذا المقال في شأن ديبلوماسي هل ينجح بلينكين في إقناع الجزائر حيث فشلت نائبه يزورها في سياق الملف الصحربي وتدعية الحرب في أوروبا يحل هذا الأربعاء بالجزائر كتب الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أنتوني بلينكين في زيارة عمل إلى الجزائر قادما من المملكة المغربية ضمن جولة شرق أوسطية قادته إلى عدد من الدول من بينها الكيان الصهيوني وعلى رأس أجندته مساعي واشنطن الرامية إلى الحد من تباعية دول القرى العجوز إلى الطاقة الروسية وينتظر أن يستقبل المسؤول الأمريكي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضة العمامرة وهي الزيارة التي تأتي في ظل ظروف مقلقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية الحد من تداعياتها على حلفائها في أوروبا لا سيما فيما يتعلق بالطاقة التي التهبت أسعارها مؤخرا تفاصيل هذا المقال ضمن جريدة الشروق الصادرة لنهار اليوم تقرؤون أيضا هذا المقال تقرير الأمبى الجزائرية على طاولة لكنعسة ميثاق أخلاقيات وانتخاب رؤساء اللجان وعرض مشروع الخطط السنوية حيث تنعقد هذا الأربعاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كناس بفندق المركور بالعاصمة بعد تأجيلها لمرتين وتعليق النشاط الفعلي لهيئة الخبراء منذ حقبة الرئيس الأسبق للكناس المرحوم محمد الصغير باباس إذن تقرؤون أيضا مشاهدي ناظم جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم والتي وكبتها الأخرى الحدث الكروي وعنوانت بالبنط العريض في افتتاحيتها حلم المونديال يتبخر وإقصاء مر للجزائر أمام الكاميرون تقرؤون في شأن دينية المساجد تتحرر من قيود كورونا والجزائريون ينتظرون برنامج رحلات عمرات رمضان تعنوين البلاد على رأس صفحتها الأولى تقرؤون في شأن اقتصادي ضمن الصفحة الثانية من جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم هذا العنوان إجراءات مستعجلة لتمويل الأسواق وضبط الأسعار فتح أكثر من 1150 سوق جوارية عبر ولاية الوطن وتقرؤون ضمن هذا المقال كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي عن فتح 1151 سوقا جواريا تحاسبا لشهر رمضان على مستوى 58 ولاية وأوضح ذات المسؤول أمس في تصريح الإذاعة أن فتح هذه الأسواق سيكون على مستوى 731 بلدية و 439 دائرة بينها البلدية المعزولة والمجمعات السكنية الجديدة وستستغل أقول هذه الأسواق للترويج للمنتوجات الوطنية وبأسعار تنافسية يطمئن ذات المتحدث تقرؤون أيضا في شأن ديبلوماسي في هذا المقال الذي عنونا هو الآخر فيما يخص زيارة بلينكين إلى جزائر بلينكين يفتح ملفي الصحراء الغربية والغاز مع الجزائر واجتماع مرتقب مع الرئيس تبون والعمامرة لبحث الأمن الإقليمي ومناقشة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار في الجزائر إذن يحلو اليوم كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أنتوني بلينكين في زيارة عمل بالجزائر قادما من المملكة المغربية ضمن جولة شرق أوسطية استهلها من فلسطين المحتلة وذلك في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع للبلاد في غضون أسبوعين فيما يمثل موضوع الطاقة والتزويد أوروبا بالغاز موضوعها الرئيسية إلى جانب ملف الأمن الإقليمي الذي تتصدره قضية الصحراء الغربية تقرأنا أيضا ضمن جريدة المساء والتي عادت هي الأخرى إلى هزيمة المنتخب الوطني أمام المنتخب الكاميرونية هزمنا الحكم والفار والمحاربون قاتلوا الأسود لآخر المعركة إذن قسامة كفر بالفار عندما تعلق الأمر بالخضر وبالماضي يبكي التحكيم كان يسحقنا حيثما كنا تقرأنا أيضا مشاهدينا ضمن جريدة أخبار اليوم الصادرة لنهار اليوم الجزائر واحد والكاميرون اثنان الحلم يتبخر ونهاية صادمة وطريقة هيتشكوكية تحرم الخضر من حضور مونديال قطر نختم بجريدة النصر الصادرة لنهار اليوم والتي عنوانت هي الأخرى فيما يخص إلغاء قيود كورونا في المساجد إلغاء التباعد خلال أداء الصلوات والترويح وعلى رأس صفحة الأولى تواكب جريدة النصر الحدث وتكتب الخضر يضيعون المونديال في ليلة حزينة وبهذا الخبر الحزين نختم وإياكم مشاهدينا عدد اليوم من معرض الصحافة